سألت أنت طالق لنطق بالعامية المصرية يعني هي بتبقى خرجت من الصريح من صريح الطلاق إلى الكنايات وده المفتبي في ديارنا فبالتالي أنا بتمنع على الزوج الفضل إن شاء الله أبشري خيرا يستعلم بالده بالاتصال على دور الإفتاء المصرية وهم حيستعلموا عن نية ذلك الزوج الأمر ده كده بيزوج ده السؤال بتاع ملك والسؤال بتاع سهل خرجت اللفظة من الصريح الطلاق إلى الكنايات ده المفتبي والمعمول به في الإفتاء في بلادنا نرجع الزوج يراجع دار الإفتاء الاستعلام عن نية المطلق عن هذه الكناية هل يريدوا طلاقها حقيقة ولا إيه الوضع بالذب وإن شاء الله يجيبوه وأبشري خيرا عن سؤالك ده في سؤالك ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أنه ما تبقاش يعني اللعب بهذه الألفاظ هو الشيء اللي قائم عليه حياتنا أن نحن نقعد بقى مديقاني فأقول لها أن الطلاق ده زي ما دايما نكرر على أسماع حضرتكم قولت ابن عباس في أنه إنما الطلاق عن وتر يعني المسألة دراسة وتفكير وأن قرار الإنسان بياخده وبيعزم يعني مش مسألة لفظة الإنسان يعني بيتسرع بيها وفي نفس الوقت ليست للإنسان اللعب بيها يعني احترام هذه الآيات الربانية لأنه كما أن الزواج آية الطلاق آية فلا ينبغي لإنسان عاقل مسلم مؤمن أنه يتلاعب بمثل هذه الألفاظ ونسأل الله السلامة